ترجمة نانسي قنقر بالحكم بالإضافة إلى ملاجعة الأنظمة والإجراءات في عملية صرف الأدوية بكافة الصيدليات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين لتحقيق أعلى مستويات الجودة المقدمة للمواطن والمقيم والحرص على الالتزام بالقوانين والبروتوكولات التي تنظم عمليات صرف الأدوية جاء أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتشديد الرقابة على عمليات صرف الأدوية في كافة الصيدليات بالمملكة وتنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء شكلت لجنة بمتابعة تنفيذ توصيات الرقابة على الأدوية لتتابع تنفيذ التوصيات فنيا وإداريا وتشريعيا إلى جانب التأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالحوكمة ناهيك عن اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع من أجل تحقيق الخطط والأهداف والاستراتيجيات الموضوعة في القطاع الصحي قامت اللجنة بدراسة الوضع الحالي واقتراح جراءات التطوير وعانت حنسات بعض الاجراءات والسياسات بما يضمن تعزيز جراءات الرقابة على الأدوية وعلى الأخص التي تخضى للرقاب والمخدرة منها بدءا من وصولها في المخزن المركزي ووصولها للمرضى وفي ذات السياق انسيابة وصولها للمرضى تم وضع خطة زمنية جراءات فورية للمعالجة واجراءات مع نهاية شهر اكتوبر ستوضع موضع التنفيذ وهناك بعض الاجراءات خلال الربع الأول من عام 2021 بإذن الله سيتم تفعيلها بما يسهم في تطوير وتحسين اجراءات صرف الأدوية هذه الخطوة التطويرية تجسد اهتمام مملكة البحرين بالمرضى عن طريق إقرار خطة تنفيذية لتنفيذ التوصيات من أجل تحسين سير العمليات في المخزن المركزي وصيدلية السلمانية إلى جانب وضع أنظمة لتتبع مراقبة ضبط المخزون واستلام وصرف الأدوية مملكة البحرين ستمضي في تصحيح الممارسات الحالية في إدارة مخزون وصرف الأدوية وفق التوصيات المقرة من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات الرقابة على الأدوية بما فيه مصلحة المرضى ووضع التوصيات موضع التنفيذ بما يسهم في تقديم الصيدليات الخدمة بجودة عالية وفق أفضل المارسات العالمية للمضي قدما في الوقوف عند متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين والتأكد التام من مدى اتباع الأنظمة القانونية على الوجه الصحيح هدف منشود لممارسة صحيحة وآمنة في كافة عمليات إدارة المخزون وصرف الأدوية وتقديم الصيدليات خدماتها بجودة عالية إلى جانب توافر الأدوية لكافة المرضى من المواطنين والمقيمين كون صحتهم هي الأولوية القصوى التي تليها مملكة البحرين لهم طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين